هل يرفع المأموم يده عند قول آمين في صلاة الجمعة عندما يدعو الإمام في آخر خطبة؟ لا، لي إمام ولا المأموم يرفع لأي ديه فهذا لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن فلساء خواسدين صلى قرون المفضلة بل إن الصحابة أو بعض الصحابة أنكر على منفع الثالث أنكر على الإمام أو على الحقيقي الذي رفع يده في الخطبة ودعى عليه ما يدل على أن هذا ليس من سنة رسول صلى الله عليه وسلم إلا في الاستثقاء في دعاء الاستثقاء يرفع يده سواء في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستثقاء المعروفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في دعاء الاستثقاء رفعاً كديداً حتى يرى بياضو أن يطيح عليه الصلاة والسلام هذا في دعاء الاستثقاء خاص سواء كان في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستثقاء أما الدعاء الذي في صلاة الجمعة لغاية الدفقة فهذا لا ترفع فيه الأمدي لا من الإمام ولا من المأموم وينفع له اينه يكون مرتديا سياس جزائكم الله وخيره.